صيغة نهائية وقعت عليها الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة سميت بميثاق الشرف وتبعها ملحق أيضا تم التوافق عليها لكن هذا الميثاق هناك من رأى فيه انتقالا من مربع الانقسام لمربع الاقتسام بينما نظر إليه آخرون باعتباره لم يلب العديد من المطالب الفصائلية مجموعة من المسائل التي كان يتوجب الإشارة لها خاصة فيما يتعلق بشرط الاستقالة من الوظيفة العمومية فيما يتعلق بسن الترشيح وكوتة المرأة وكيفية التعامل مع هذه المسألة بالإضافة إلى خلوه من الموقف المفترض من مسألة إجراء الانتخابات في القدس لكن الأخطر من ذلك هو ما جاء في الملحق التي ضمن العديد من القضايا ويفهم منها أنها تكرس الواقع الانقسامي الحالي وتنقله إلى مربع الاقتسام هناك العديد من التوصيات لم تلقى استجابة على عكس ما توقعنا أن يتم الاستجابة لها ويقول محللون أن هذا المثاق وملحقه لم يطرع عليه أي تعديل من مطالب الفصائل المجتمع بالقاهرة كونه قد سبقه اتفاق بين حركتي فتح وحماس فقط المثاق الشرف والملحق بيعطي دلالة على أن فتح وحماس قد اتفقوا على إخراج أي مرشح أو أي قائمة في المستقبل من الانتخابات هذه النقطة الأولى النقطة الثانية واضح من لقاء الأمس أن فتح وحماس متفقين على قائمة مشتركة فيما بينهما ويبقى عملية تسويق هذه القائمة في الأيام القليلة القادمة للجمهور الفلسطيني وكان 14 فصيلا فلسطينيا قد اجتمعوا بالقاهرة تلبية لدعوتها للاتفاق على كل ما يخص الانتخابات الفلسطينية المرتقبة بين ميثاق الشرف المعلن والملحق الخاص به لما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة ثم تمن يقول أن مثل هذه الحوارات يجب أن تأتي بالمأمول والمرجوب لكل الفلسطينيين محمد بن مسأل غد غزة فلسطين